جزء اللي انا نزلته كان جزء عربي بس بنحكي القصة بطريقة لذيذة كده كأننا احنا الاتنين قاعدين بس المرة دي انا هارة بالانجلش وهترجم كمان بالعربي علشان الناس اللي حبه كده او حبه كده وحط لك اللينك في الديسكريبشن ويلا نبدأ وما تنساش لو حبيت مني طريقة تقديم المحتوى ما تنساش تعمل لي فالو وتعمل لايك بقى وتشاير الصفحة دي لصحابك عشان احنا لسه مبتدئين ويلا اول حاجة بيقول يعني في ليلة من الايام الحزينة في ليالي الشتاء كان في طفله صغير قاد جنب المستنقعات وكان يعيني بيعيط جدا طب ليه ست بيعيط شايفين الشخص اللي كان بيعيط ده كان انا فليب وطبعا فليب ده كان شايف قصلا ان اسمه صعب كده يعني اول حاجة انا اسمي كان صعب جدا جدا لما انا كنت بقوله بس دلوقتي انا اختصرته في اسم بيب وكمان ان انا كنت قاعد حزين وبعيط بسبب اول حاجة رأس السنة طب هو ليه كان بيعيط في رأس السنة تعال نشوف يبقى اول حاجة ان هو هنا الكلمة دي معناها يتيم لان اصلا والدته هم الاتنين يعني والده وبابا هم الاتنين ماتوا لما كنت انا اصلا صغير كان عندي خمس من الاخوات البنات والصبيون بس انا لما كنت صغير ما كنتش قادر اللي انا افتكرهم I had leave with my sister and her husband كنت قاعد او كنت بعيش مع اختي وجوزها جوزها باية ستي اسمه ايه اسمه جو وانه هو for most of my life جو was the flesh blacksmith and miss joe was twenty years older than me she was tall and thin and liked to complain about me she was out and angry but joe was my friend هو كان عايش اصلا مع اخته واخته طبعا هنا متجوزة من واحد اسمه جو وانه اخته هي اكبر منه بعشرين سنة وانه هم الاتنين دايما كانوا هم الاتنين فروز بعد دايما كانت بتشتكي منه وانه هي كانت غضبانة وكمان وصفها ان هي كانت طويلة وانه هي كانت اصلا رفيعة ودايما بتحب تشتكي منه The great afternoon when was about seven years لما كان عندي في ليلة كده كانت رمضية كانت صودة كده ورمضية كان عندي سبع سنين بكنت بتمشى بجانب كده اللي هي اسمها The great year دي معناها المجبرة اللي كانت في القرية وكان قاعد ان هو مع اهله كان قاعد كده بجانب المجبرة بتاعت اهله وفجأة مرة واحدة As the afternoon light slowly disappears and marches Nervally became dark and frightened يعني اول حاجة المستنقع ده لما بدأت النهار يختفي بمرة واحدة ببطء وبعدين اختفى واصبح المستنقع ده يعني اللي هو النور فيه اصلا ما بقاش موجود كده شبه منعدم يا دارك هنا يعني غامق جدا وكان شكله مخيف I was going to leave and go home انا كنت عايز ان انا اغادر وازهب الى المنزل When a terrible voice shout quiet لما لقيت بقى كده صوت فضيع جدا بيزعق وبعدين لقيت than a man appeared from behind a grave لقيت واحد بقى ظهر كده بخلف اللي هي القبر بتاع ماما وبابا انا خفت جدا جدا وكنت من خافي كنت خلاص بصوا ان هي اللي هي بصوا المسترح ده معنات اللي هو خلاص اللي يعني الخوف هيبز كده من ويش يعني كنت خلاص عارف اللي هو انا بقطع الخلف يا خلف اول حاجة سأله قال له what's your name boy وهو بيزعق وبعدين بيمشي ناحيته بشكل كده بالراحة قال له babe sir قال له show me where you leave راح الراجل قال له ورين انت عايش فين راح الواد شاور وقال له انا عايش في القرية دي وقرية دي مش بعيدة قوي عن هنا قال له who do you leave with بتعيش مع مين قال له مع اختي ومع جو وانه هما دي اختي دي بالكمورات جو وانه هما شغال ايه blacksmith يعني شغال حداد قال له blacksmith the man look down وبص كده الواد بقى اول لما راجل بص تحت كده الواد الزغنن ده لقى ايه لاحظ بقى حابة ملاحظات اول حاجة ان الراجل ده بيلتدي لملابس رمضية واول حاجة ان الفيس بتاعه او الوش بتاعه كده اللي هو الفيس بتاعه dirty يعني مش حلو وبعد جهة سأله هنا سؤال قال له do you know what a blacksmith file is قال له انت تعرف ان هو blacksmith file دي يعني مبرد الحداد مش عارفة ايه مبرد الحداد تقريبا حاجة سيف كبير يعني ما اشتغلتش حداد قبل كده يا عيال فقال له وبعدين راح الراجل ده مسكه كده من عند كدفه وبعدين نغز وكده وبقى ايه راح الراجل ده بقى بعد اما نغز وكده في الحتة عند كدفه قال له I want you to bear me that file early tomorrow morning and some food too يعني قال له بقى ايه الحتة دي قال له بقى وقولك ايه ولا انت اصغنن انت بكرا هتجيبلي مبرد الحداد ده بكرا الصبح بدري وكمان مش بس كده قال له انت كمان هتجيبلي حب الطمع عشان انا بكون كعين قال له انت لو عايز تعيش تعمل اللي انا بقولك عليه طبعا الواد خفي جلده جدا وبعده I promised to burn the file and the food to him the next day قال له ان انا هوعدك ان انا هجيبلك الحاجات اللي انت عايزة دي بقرا الصبح على طول اذهب للمنزل now go home وهو كان بيصرخ كده بيصرخ اوي بعد كده الواد هنا جري وبدأ ان هو يجري بسه وما كانش يعيني الواد من الخضة والمنظر اللي هو شافه وما كانش اصلا قادر يجري ولا يعمل اي حاجة وبعدين بص باقي when I looked back لما بصيت ورا انا رأيت الشخص ده كان بعيدة عن المستنقع وبعدين وبعدين بعيدة عن المستنقع وكمان ان هو كان غطبان I got my breath back I hurried a home fast as fast بعد كده هنا بقى الشخص بيقول ايه انا قدرت لما اخد نفسي قدرت اللي انا اسرع جدا للمنزل بتاعي when I ran into the kitchen feeling happy to be home safely يعني اول لما عدت للمطبخ بتاعي حسيت اللي انا اشعر بامان فزيع فزيع قوي علشان حسيت اللي انا خلاص دخلت المطبخ وبقت في امان وبعدين اول حاجة اخته بقى راحت الحربوة اللي هي مراد جودي اللي هي اخته اخته بقى ايه سألته وقيت له انت كنت فين where I had been راح ادواد قال لها انا كنت عند المجبرة وكنت بعيط قالت له عند المجبرة دي معناها القبر اسمها craveyard القبر وقالت له you are lucky not to have been put in the craveyard long ago انت محظوظ لانك انت دلوقتي ما دخلتش المجبرة دي منذ وقت طويل بفضلي انا انت ما زلت هنا it's because of me that you are still here but I didn't want to look after you it's better enough being in a blacksmith wife I never asked to be your mother that evening I had work to do in the kitchen as usually فقعدت بقى طبعا لما الحربوها دي تزعق له وقيت له انت بفضلي كنت هنا وانت بفضل انا اللي خليتك عايش ومعرفش ايه وانت ممتك كات متوفية وانا طبعا من صور حظ لانا مرات الحدد وقعدت بقى تقلب على نفسها المواجع بس بالليل بقى الوقت ده دخل المطبخ بيعمل الاعمال بتاعته اللي هو بيعملها في وقت قبل ما يلوقتي ينام يعني قبل وقت انهم كان بيفعل الاعمال اللي بيعملها في العادي في المنزل يعني بعد كده يعني وان لما انا كنت اول حاجة هنا كنت بقى بحضر العشاء سمعت كده صوت عالي جدا قلت هو ايه اللي بيحصل ده له بقى ايه قال ان اصلا الكلمة ده هيت اسمها فقت معناها هنا المحكوم عليهم يعني الناس اللي هم السجون يعني تمام اللي هو المحكوم عليهم ان هم هربوا وطبعا جود طبعا بيفضل يحكي بقى اللي هو اللي حصل وقال ان هنا ويرن هنا اصلا معناها التحذير طبعا الناس هنا بتحذر على القرية ان هم لو شافوا الناس دي في ايه حتة طبعا ايه ان هم كانوا الناس هنا بيحذروا على اهل القرية ان فيه ناس هربت من السجون من خلال ايه بقى هنا اللي هي سفينة السجون اللي هي السجن سفينة السجون بعد كده هو بيسال لكده بقى اللي هو كان الناس دي هربت فيه سفينة السجون وطبعا هم كانوا بيحكوا وان قالوا ان هي اصلا دي دلوقتي حاجة سيئة جدا ان هم يهربوا بس بعد كده الوقت افتكر ان هو شاف للي هو شاف قبل كده ان هي فيه سفينة قديمة كانت مكسرة كانت قريبة جدا من اللي هي المستنقع اللي هو كان قاعد فيه لما كان بيعيطه الرجل اللي هو ده يعني يطلع له وبعدين راح في النوم بعد كده اعتقد او عرف اللي هو اي ريلايزت ذات بعدين اصلا هو افتكر بقى ان الشخص اللي هو كان عايز بقى اللي هو ايه المبرد الحداد ده وافتكر ان هو لازم يجيبه الكلام ده وابعدين ذهب ليه المطبخ ولا ان هو يوم الكريسماس ده كان فيه ضيوف اصلا مرات جوعة كانت عزماهم اول حاجة لما هو راح بقى للمطبخ لا ايه بقى خيرتش ربنا بقى اول حاجة لا ايه بس يا ولا اول حاجة اول حاجة لا مكسرات تفاح برثقال لا كمان هنا بقى ايه فطيرة من اللحمة بس برده خدهم كلهم اول حاجة اللي هي اصلا الماضي التوك تمام ده الماضي خدهم كلهم وبعدين ذهب بقى ايه للقوضة زهب للقوضة بتاعت جودي وبعدين وجد اللي هو بقى ايه مبرد الحداد اللي الراجل ده كان عايز بيدور عليه بعد كده قفل القوضة عليه بسرعة جدا وراه وبعدين مسك كل الحاجات دي الاكله بقى وكل حاجة مسكها بقى حرس جدا ده هنا معناها حرس بعدين بقى بدأ ان هو يجري على المجبرة لما وصل هناك لا اصلا واحد كده كان نايم واللي هو كانت شوية لما ركز في ملامحه اول حاجة اعتقد ان الشخص ده وشه كان مختلف تماما عن الشخص اللي هو لقى قبل كده بعد لما الدباب دي مشيت اللي هو الشخص ده اختفى ما تعرفوش راح فين بعد كده هو لقى اللي هو الشخص التاني ده سأله سؤال he was down out here انت بتعمل ايه هنا بعد بقى فترة قليلة جدا 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 لقى الشخص اللي هو اصلا كان مهتم به لقى الشخص اللي هو اصلا كان مهتم به او اللي هو found the man i was looking for give him the food at once and he ate it quickly اول حاجة لما لقى الشخص ده قدر ان هو يديله ان الاكل اللي هو كان جايبه وان الشخص ده كان بيكله بطريقة سريعة جدا وهو i told him about the another man اللي هو قال له انا اخبرتك عنه هو قال له i told him about the other man that i had just seen اول حاجة ان هو اخبره عن الشخص اللي هو لقى قبله والشخص ده يسكت قال له هو انت عمين هو وان هو كان فين وزهد فين وبعدين اول حاجة اخبره as soon as he had eaten he'll take the file from me and starting trying to remove اول حاجة ان هو خد بقى منه الفايل ده وبدأ ان هو يزيل منه القيود اللي كانت موجودة عليه وبدأ ان هو كان الوش بتاعه and angry look on that face كان الوش بتاعه كان غضبان شوية بعد كده بدأ ان الواد i was afraid again بدأ ان هو يخاف من تاني بعد كده جري للمنزل بسرعة جدا 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 واول لما وصل اول لما عدى هنا اول حاجة قال as i run back across the marches اول لما عدى بقى ان هو خلاص كده عبر او عدى المستنقعات ده سمع ان هو صوت الفايل ده بيشيل بقى منه القيود بقى والحاجات اللي هو كانت عين ساميس جو اللي هي مرات الراجل ده اللي هي الولاي الحربوقة دي كانت بقى ايه بتحضر ليه المنزل للناس اللي جاية اللي هي جاست دي يعني ديوف بتحضر الديوف اللي هم جايين وطبعا كان جو وهو كان هما الاتنين alone together كان هما الاتنين قاعدين لوحدهم وبدأ ان هو يحس بيه الزنب to feel guilty about the food or the food and the file بدأ ان هو يحس بقى بالزنب علشان i had stolen that morning لما سرقتهم في الصبح وبدأ ان هو كان عايز i wanted to tell joe what i had done but ان هو بقى كان خايف but then i thought he might not wanted to be my friend if i did it so i said no think ما قلتش اي حاجة هو كان خايف ان هو يحكي له وان هو يزعل منه بعد كده قرر ان هو ما يحكيش اي حاجة it was not long before the kids arrived and we sat down to christmas dinner اول حاجة في وقت قليل جدا ان هما ضيوف وصلوا وان هما قاعدوا بقى على العشاء بتاع الكريسمس بقى عايزين ناكلوا ولا ايه مش هناكل بقى ولا ايه بعد كده ما حدش لاحز اي حاجة من المفقودين مثل يعني مفقود مثل اول حاجة مثل يعني مفقود اول حاجة بعد كده قال اللي هو كان وشه مرعوب جدا ان هو اول حاجة لان اين يا الولاية بقى اللي هي الحربوقة اللي هي اخته دي دعت الناس ان هو to try that delicious meat boy اول حاجة دعت الناس ان هما يحاولوا بقى ياكلوا ايه الفيتيرة باللحمة اللي هي كانت عمليها بقى ومحضراها بعد كده اول حاجة كانوا الناس دي او الجسد دي كانوا ان هما موافقين وكانوا سعداء جدا ان هما ياخدوا الحاجة دي بعد كده جو طولت بقى اللي هي الولاية دي اكتشفت اكتشفت ان هي اختفت من المبخ بعد كده في وقت وقليل جدا اللي هو الوضع اصلا ما كانش قادر ان هو يجلس على الصفرة دي من كتر ما هو اصلا يعني خايف من اللي هو حصل بعد كده قام اصلا من الكرسي وبعد كده جري على الباب بعد كده لا اصلا ان مرة واحدة جنود دخلوا وقالوا وانتوا بقى بتشوفوا الناس اللي هربت اصلا واعدوا يحكوا عن ناس المساجين اللي كانت هربانة دي وده من سوق الحظ بتاعه ان هو اصلا الناس دي دخلوا يدي يعني جنود بعدين اصلا الجنود دي لما دخلت اصلا الجست اصلا نسيو اول حاجة ان الجست هنا لما دخلوا اصلا نسيو نسيو اصلا ان هما كانوا الفطيرة اللي هما كانوا عايزينها نسيوها بعدين اصلا قاموا من على التراويزة وكان كل واحد منهم اصلا كان شكلوا ان هو غطبان ومتوتر يعني متوتر وغطبان بعد كده نحن نحتاج اول حاجة ان هما كانوا بيطلبوا من الشخص ده ان هما يحتاجوا ليه هاند كابس بعد كده هما اول حاجة اللي الجنود دي قالوا ان في اصلا اتنين من المحكم عليهم هيربو وان هما خدوا هاند كابس كابس هنا معناها الكيود اللي هي الكيود وفكوها وان هما اصلا الاتنين دول هيربو وبعد كده كل منهم كان طبعا بيسألوا عن الناس اللي هم هيربو انتو شفتوها والكلام ده طبعا اصلا الواد ده كان خايف جدا 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 وبعدين بدأ ان هو يمشي تاني للمستنقعات وكان اصلا ان هو خايف ولسوء الحظ ان كان في اليوم ده اللي هي كانت بتمطر وان الهوى ما كانش احسن حاجة وفجأة هنا وفجأة هنا سمع برضو صوت برضو من الهوى كان بيسرخ وكان غاضب جدا قريب منه وبدأ ان هو يخاف تاني عما يحدث نستنى بقى شفتر 2 مع بعضنا